رفع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وأعضاء المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمام سموه اللامحدود بالبيئة الإعلامية وإعلان المجلس والذي يستهدف تطوير تجربة الإعلام في الإمارة بشكل عام وتوحيد وتكامل مختلف الجهود في هذا المجال جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الشارقة للإعلام بحضور الأعضاء سعادت كل من الدكتور خالد عمر المدفع ومحمد خلف وطارق سعيد علاية وتم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية المجلس ورؤيته ورسالته لتحقيق الريادة الإعلامية للإمارة ضمن مؤسساتها الإعلامية ودوره كجهة رئيسة في تحقيق كافة الأهداف المنوط بها بالقطاع الإعلامي وتنظيمه وتطويره والإشراف على الاحتياجات الإعلامية ومتطلبات الاتصال الحكومي في الشارقة وتطرق الاجتماع إلى جهود مجلس الشارقة للإعلام لتطوير منظومة تعمل على المزيد من التكاملية والتنسيق مع الجهات الإعلامية في إمارة الشارقة لتبادل المعرفة والخبرات كما تطرق الاجتماع إلى رؤية المسؤولين في المؤسسات إلى العمل الإعلامي والرؤى العامة لتطوير أدواته وتحقيق مزيد من الإنجازات وناقش أعضاء المجلس العديد من النقاط التي تمحورت حول رسم وتخطيط وتصميم السياسة الإعلامية الموحدة والشاملة بالإمارة كما استعرض الاجتماع تقارير عن كل المؤسسات الأعضاء شكرا